اشتركوا في القناة جرت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمية وكان في مقدمة مستقبلي جلالته قداسة البابا فرانسيس الذي رحب بجلالته وبزيارته للفاتيكان وقد اعرب جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لقداسة البابا على حفاوة الاستقبال واكد جلالته حرص مبلكة البحرين على توثيق الروابط التاريخية مع الفاتيكان بما يسم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام والسلام وتعزيز السلام والاستقرار العالمية وخلال اللقاء استذكر جلالته الزيارة الكريمة التي قام بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين ومشاركته في حوار الشرق والغرب من اجل التعايش الانساني مع اخيه فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين وقد اعرب قداسة البابا فرانسيس عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على جهود جلالته الخير ومبادراته الانسانية النبيلة من اجل خير شعوب العالم كافة وعلى استضافة وتنظيم مملكة البحرين للمؤتمرات العالمية الهدفة الى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتسامح والحرية الدينية وثمن جلالة الملك المعظم الدور الكبير الذي يطلع به قداسته في دعم الحوار والتفاهم بين الاديان والثقافات والحضارات ونشر قيم الاخوة الانسانية والتسامح وتعزيز التعايش بين البشر على اختلاف انتماءاتهم واكد جلالة الملك المعظم على ان مملكة البحرين ستبقى وتظل واحة للتعايش بين اصحاب الديانات المختلفة وتعد انموذجا يحتذا به على صعيد التعايش واحترام الانسانية وصون حقوقه في ممارسة الشعائر والمعتقدات دون اية قيود حيث تتلاقى المساجد والكنائس والمعابد في صورة تجسد السلام والطمأنينة التي تحتفي بها المملكة كرمز لحوار الحضارات والثقافات وارب جلالته عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر الحوار الاسلامي المسيحي الذي نظم عام 2002 ومنتدى الوسطية بين النظرية والتطبيق في فبراير 2005 ومنتدى حوار الحضارات في يناير 2008 في اطار الجهود التي تبدلها مملكة البحرين لترسيخ صورة المنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص كملتقى جامع للناس على مختلف اطيافهم ومشاربهم ضامنا لهم حقوقهم في ممارسة شعائرهم وتناول اللقاء الاحداث الدائرة في الشرق الاوسط واشاد جلالته بحكمة قداسة البابا ومواقفه الداعمة للاستقرار والسلام في المنطقة ورفض العنف واستهداف الابرياء وحماية المدنيين حسب القوانين والمواثيق الدولية كما اكد جلالته على همية الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها في التنمية والازدهار ويطيب لنا ان نعرب للجميع عن حرصنا واهتمامنا الكبير برعاية هذا التجمع العالمي الهام ايمانا منا بالدور المؤثر للقيادات الدينية واصحاب الفكر واهل الاقتصاص في معالجة مختلف التحديات والازمات التي تواجهها مجتمعاتنا لمزيد من السلام والاستقرار من بلد الكرام مهد السلام بلد تجاور فيه المسجد والكنيسة والكنيس والمعبد هنا في البحرين عندما تجمع في قصر الاصخير العامر القادة الدينيون من مختلف انحاء العالم والقى قداسة بابا الفاتيكان كلمته التي اكدت على جملة من المضامين ابرزها الاشادة بروح وجوهر اعلان مملكة البحرين يقول اعلان مملكة البحرين ان الدعوة الى الكراهية والعنف والفتنة هي تدنيس باسم الله تعالى يرفض المتدينون هذا الكلام دون اي تبرير يقول بقوة لا للحرب التي تجديف على الله واستخدام العنف ويترجم هذه اللي بصورة متصقة في العمل اعلان مملكة البحرين هو وثيقة ورسالة عالمية خطها عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كدعوة ومثاق يدعو لنبذ الكراهية وتعزيز التعايش السلمي عالميا وتحليل بابا الفاتيكان له يؤكد جدية جهود المملكة في تعزيز التعايش السلمي وجاءت زيارة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الى الفاتيكان مؤخرا مؤكدة حرص المملكة على توثيق الروابط التاريخية مع الفاتيكان بما يسهم في ترسيق مفاهيم المحبة والوئام والسلام وتعزيز السلام والاستقرار العالمي حيث اعرب فيها قداسة البابا عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على جهود جلالته الخيرة ومبادراته الانسانية النبيلة من اجل خير شعوب العالم كافة وعلى استضافة وتنظيم مملكة البحرين للمؤتمرات العالمية الهدفة الى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتسامح والحرية الدينية وفي عام 2014 شهد الفاتيكان زيارة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالمنطلق حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون مع الفاتيكان بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام بين الامم والشعوب حيث التقى جلالته ببابا الفاتيكان واكد له بان مملكة البحرين تعمل على الدوام على تعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع الديانات ونهج الاعتدال والتسامح ونبذ التعصب والتشدد وتعظيم قيم الدين الاسلامي الحنيف التي تدعو الى اشاعة المحبة والسلام والتعايش بين الجميع ايضا شهدت الفاتيكان زيارة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي ثمن فيها سموه الجهود الحثيثة التي ابثلها قداسة البابا فرانسيس في مد جسور التفاهم والتسامح مشيرا سموه الى موقع المملكة الذي تميزت به عبر تاريخها الممتد في احتضانها لمختلف الثقافات والاديان وجسور التفاهم لا تبنى الا باللقاءات المشتركة والاهدف المشتركة والاتفاق بين نهج مملكة البحرين ونهج الفاتيكان هو اتفاق على مبادئ اصيلة انسانيا ودينيا تعليم قيمة الانسان وتكرم النفس البشرية ترجمة نانسي قنقر